في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن قصة خلق آدم عليه السلام هو وأمنا حواء طبعا وفهمنا منين جه الصراع الأبدي والأزلي بين بني آدم وبين إبليس أو الشياطين الصراع اللي بدأ من كبر إبليس نفسه ومعصيته لله سبحانه وتعالى وانتهينا لسكن أبونا آدم وأمنا حواء للجنة لكن زي ما احنا معارفين أن دور إبليس مستمر من خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فدوره مع آدم عليه السلام ما كانش لسه خلص دوره في الإغواء والوسوسة لآدم عليه السلام كان مستمر فيترى إيه هي الأحداث اللي حصلت بين آدم وبين إبليس ويا ترى الأحداث دي وصلتنا لفين ده اللي هنتكلم عليه في الحلقة دي فاتاكد أنك عامل لايك واشترك في القناة بفعل التنبيعات عشان تيجيل على حلات رجاءة والباول شكرا بكم لتأكد لكم اللي دا عملينا على بيترون بودا فانكاش وبيبال دعمكم لنا بيخلنا سمري في انتك وصناعة المحتوى وكما شكرا لكل منتسبين على القناة اللي عملكاه تريد زر رجوين اللي موجود زر سبسكرايب واعذروني بس علشان يعني عندي شوية برد واخذي الحلقة تبدأ الصراع بدأ مجرد من ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام إبليس كان مستكبر ان هو يسجد لآدم لكن الموقف بيخلص على ان إبليس بيتوعد آدم وذرياته الى قيام الساعة وآدم عليه السلام بيدخل الجنة وكان الشغل الشاغل عند إبليس في الوقت دا انه يخرج آدم وحواء من الجنة بأي طريقة كل حاجة في ايد إبليس بيعملها ما بيتهاونش في المهمة بتاعته بيقدي واجبه في الإغواء لأبونا آدم بكل الطرق الممكنة بالمناسبة يعني قصة إبليس وكفاحه في انه يغوي بني آدم دي قصة مستكبر مبهرة جدا إبليس مش طبيعي ما بيفوتش أي فرصة ولا أي مدخل غير وبيدخل منه عنده تفاني غير عادي لدوره في الحياة وطبعا ده مش مدح الإبليس بالعكس ده بس إشارة لأننا لازم إحنا كمان علشان نتصدى ليه المهمة الكبيرة اللي هو بيعملها دي لازم إحنا كمان نكون جامدين زي ما هو ما جامد إحنا كمان نقف ونكون حق تصد ضده وهقولك إزاي نعمل ده قدام يعني وكان المدخل اللي إبليس دخل ليه آدم عليه السلام منه هي فكرة التفضيل إن آدم ممكن هو كمان نفسه يكون أفضل ودي الحاجة اللي إبليس نفسه ويع فيها إحنا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى دخل آدم عليه السلام جنة جنة كاملة هو وحواء لكنه أمرهم بعدم أكل ثمار شجرة واحدة بس هنا إبليس بيبدأ إن هو يشتغل على النقطة دي خلينا هنا نتكلم بشوقت منطقية قبل ما أقولك إبليس عمليه هل الشجرة دي كانت مهمة؟ خلينا أقولك إن هي شجرة مش مهمة ولا حاجة شجرة من ضمن شجر كتير جدا في الجنة ويعني لو ما كانتش الثمرة بتاعتها مش هيجرالي حاجة مش هفوت نوع معين ولذة معينة من النعيم يعني أصلا الجنان فيها ما لعينه رأت فخلاص مهما كانت الشجرة دي إيه والثمار بتاعتها إيه مش هتفرق عند آدم عليه السلام عادي يعني الجنة مليانة خير ومليانة من النعيم ومليانة من اللذة بس بقى كان دور إبليس هنا إنه إزاي يخلي الشجرة دي تفرق معهم جدا ويخلي آدم وحواء قاعدين هنا في الجنة ومش حاسين إنه هما في الجنة طالما لسه ما أكلوش من الشجرة دي وبدأ إنه هو يوسوس ليهم إن ربنا سبحانه وتعالى منعهم من أكل الشجرة دي لهدف معين وهو إنهم يفضلوا صغيرين ويفضلوا محدودين في القدرة شايفين الملايكة شكلهم عمل إزاي وقد إيه قدرتهم قوية جدا ربنا سبحانه وتعالى منعكم من إنكم تكلوا من الشجرة دي علشان ما تكونوش زي الملايك والشجرة دي كمان دي شجرة الخلد اللي بيأكل منها بيخلد في الدنيا ما بيموتش طبعا دي حاجة مش موجودة عند بني آدم كلنا هنموت فهنا بقى المدخل هنا إزاي تخلي الحاجة التفهى حاجة مهمة جدا أنتوا لو كانتوا من الشجرة دي مش هتموت وطبعا دي كانت خدعة بيعملها إبليس لآدم عليه السلام بعض العلماء بيقولوا إن آدم عليه السلام عاش في الجنة دي فترة طويلة جدا فضل إبليس يوسوس ليه إن الشجرة دي مهمة جدا جدا بالنسباله فترات طويلة جدا وقاسم هما إني لكما لمن الناصحين يعني كمان إبليس بيحلف ليهم إنه جاي ينصحهم هو مش جاي يعني أنا مش عايز منكم حاجة والله أنا جاي بانصحكم بس أنا مش هاكل من الشجرة دي أنتوا بس اللي هتاكلوا منها فأنا جاي بأقدم لكم النصيحة والمعرفة اللي عندي إن الحاجة دي هتفيدكم جدا وتفضل هنا الوسوس شغال إلى أبونا آدم وأمنا حواء لحد ما فعلا بيؤع آدم وحواء في وسوسة إبليس وبيتذوقوا فعلا ثمار هذه الشجرة فدلاهما بغرور فلما داق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين بيؤعوا في ذنب عظيم وبيخونوا أمر الله سبحانه وتعالى أول ذنب بيقع من بني آدم كان على إيد أبونا آدم ذات نفسه وكان بيتمثل في عدم طاعته لأمر الله سبحانه وتعالى وبعد وسوسة الشيطان ليهم بتبدأ سوآتهم تبان في النقطة دي ابن كثير توقف عند ذكر نفس الحادث في الكتاب المقدس في نقطة بيان السوقات دي يعني في الكتاب المقدس بيقال إن حية تعبان هو اللي كان بيوسوس لي السيادة حواء وبمجرد ما أكلوا من الشجرة ملابسهم بدأت إن هي تتكشف يعني الملابس اللي كانوا لابسينها الهدوم اللي كانوا لابسينها بدأت إنها تختفي وبدأت عورتهم تبان لبعض دي حاجة من الحاجات اللي بعض العلماء قالوا إن احنا ممكن نعتبر بيها ونعتد بيها في الكلام عن قصص الأنبياء من الحاجات اللي ذكرت في الكتب المقدسة عند أهل الكتاب وابن كثير نفسه في الكتاب قال يعني إن دي حاجة ممكن ما تكونش منطقية قوي يعني إيه الحية هي اللي توسوس لي ومنا حواء لكنه قال عادي دي حاجة مش مؤثرة في القصة وغير مؤثرة على عقادتنا أصل لكن الحاجة المثيرة جدا للاهتمام هو حرف الفاء في قوله تعالى فبدت لهما يعني مباشرة عقاب ربنا سبحانه وتعالى بدأ يبان مهما كان شكل العقاب ده إيه فبدت لهما دي ممكن تكون فكرة جت لهم أو فبدت لهما حرفيا إن يعني عورتهم بدأت تبان نتيجة لتكشف الملابس مهما كان إيه هو نوع العقاب لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقولنا إن العقاب بدأ مباشرة بمجرد ما تدوقوا من الشجرة وبدأ ربنا سبحانه وتعالى كمان يسائلهم ويحاسبهم على فعلهم ده وناداهما ربهما ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعتراف مباشر من أبونا آدم وأمونا حواء بالذنب اللي هم ارتكبوه ومش بس اعتراف لا ده فيه كمان كل الآداب الممكنة من التواضع والإنابة والإفتقار لله سبحانه وتعالى في نفس الوقت اللي عملوا فيه الفعلة بمجرد ما عملوها وبدأوا يفهموا أنه هم غلطوا وارتكبوا ذنب لله سبحانه وتعالى بدأوا يستغفروا عن الذنب ده ودي حاجة لازم كلنا نكون بقى ملتزمين بيها لأن زي ما شفنا أبونا آدم نفسه وقع في الخطيئة وقع في ذنب معين ارتكب فعل معين منافي لما أمره الله سبحانه وتعالى به وأبناء آدم عليه السلام زي ما هنشوف في الحلقة الجاية وقعوا فيه ذنوب أكبر لكن السر كله في الرجوع لله سبحانه وتعالى والتوبة السريعة لله سبحانه وتعالى والاستغفار السريع من أي ذنب أنت بتعمله لأن ما فيش حد فينا ما بيعملش ذنب مهما كان الذنب ده كبير أو صغير بس اللي بيفرق واحد عن التاني هي التوبة من الذنوب الحاجة اللي لازم تكون عند بني آدم علشان ننال رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورجوعا للقصة بتاعتنا ربنا سبحانه وتعالى ما بيعديش الموقف ده بكل سهولة كده لآدم عليه السلام وبيسيبه في الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيعلم آدم الدرس وبيفهمه آثار وعواقب الخطأ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين حاجة كتبت على البشر وعلى إبليس على حد سواء إننا هنفضل في عداء مستمر على الأرض وهنا يعني كان فيه نقطة كده فيها خلاف عند العلماء يعني أنا حقيقي مش قادر أحدد إيه المقصد من الخلاف ده ليه فيه خلاف على النقطة دي أصلا وإيه المهم فيه معرفتها يعني إيه المهم في حاجة زي كده فعليا أنا مش عارف وهو المكان اللي نزل فيه آدم عليه السلام على الأرض أول مكان حصل فيه النزول يعني فيه علماء كتير بيتكلموا على إن سيدنا آدم نزل فيه مكان بين مكة وبين الطائف وفيه علماء تانيين اتفقوا على إن حواء نزلت في جزيرة العرب وآدم عليه السلام نزل فيه الهند وهكذا بقى من نقاط الخلاف اللي بين العلماء وبين بعض في النقطة دي إلا إن برضو دي حاجات يعني أغلبها لم يتم إثباتها لا بحديث ولا بآية طبعا في كتاب الله ويمكن كمان من الحاجات الغريبة اللي فيه إصرار من العلماء على إثبات إن هي صحيحة إن بعض العلماء بيقولوا إن آدم عليه السلام لما نزل من الجنة على الأرض كان فيه في إيد من الأياد بتاعته الحجر الأسود وفي إيده التاني ورقة من الشجر بتاع الجنة فطبعا الحجر الأسود معروف طيب الورقة دي بقى آه ما هو سيدنا آدم لما وقع في الهند الورقة دي وقعت على الأرض فانبتت شجرة بتسمى شجرة الطيب بيستخرجوا منها هناك رواقح العطرية يعني يعني كلام مفيش أي حاجة بتثبته ويعتبر كلام من الحاجات اللي لما بتتردد كده بيبان قد إيه إحنا بننظر ليه القصص دي وقصص الأنبياء بسطحية إن إحنا بنهرب من الكلام في النقطة المهمة وبنركز في الفرعيات يعني ويمكن الفرعيات دي هي أكتر حاجة بتنتشر بين الناس أصلا المهم يعني إن الكلام اللي قلته لك دوت ما فيش أي حاجة بتثبته ما فيش حاجة بتقول إنه هو صحيح أو خطأ فالأفضل إن إحنا نسكت عن الكلام في النقط دي هنستفيد إيه يعني لو سيدنا آدم نزل في مصر أو نزل في العراق أو نزل في الأردن أو نزل في السعودية إحنا مش مستفيدين أي حاجة وإحنا بنذكر الكلام ده علشان لو في حد جيه قدامك وذكر ليك قصة من القصص دي أو رواية من الروايات دي تعرف إنها حاجات غير صحيحة أو يعني ملاهاش أي ذكر في الكتاب أو السنة بس برضو خانينا نرجع للقصة بتاعتنا علشان نتم بقى موضوع نزول آدم عليه السلام من الجنة ربنا سبحانه وتعالى على الرقم من تنفيذه لعقوبة على آدم عليه السلام وحواء اللي هو طردهم من الجنة إلا إن ربنا سبحانه وتعالى بيتوب عليه بعدما آدم عليه السلام بيبتهد لله سبحانه وتعالى بالتوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ففي النهاية ربنا سبحانه وتعالى بيتوب على آدم عليه السلام وما بيتوبش على إبليس لأن إبليس لم يعترف بذنبه وفضل المكابر وشايف إنه هو على حق لكن آدم عليه السلام بيتوب لله سبحانه وتعالى دي الحاجة اللي تسببت في إن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ودي بالمناسبة تعتبر من أهم النقاط في ذكر قصة سيدنا آدم عليه السلام نحن نفهم بشريتنا نحن عندنا حاجات مشتركة لا مفر منها وهو إننا كده كده هنذنب لكن أهم حاجة فيه إننا لما نرتكب الذنب نرجع ونتوب لله سبحانه وتعالى نستغفر الله عز وجل ونعترف بالذنب اللي احنا ارتكبناه ونعترف بذل وضعف وافتقار لله سبحانه وتعالى إن هو وحده سبحانه وتعالى هو اللي هيتوب علينا ونحمد ربنا سبحانه وتعالى إنه أصلا خلانا نتوب ليه سبحانه وتعالى فيه ناس كتيرة بتقوم بذنوب كتيرة ومش حاسين إنه هما بيذنبوا أصلا يعني فيعني بالشكل ده تكون الحلقة بتاعتنا خلصت وفي الحلقة الجاية هنبدأ نتكلم عن ما حدث يادم عليه السلام وأولاده على الأرض وقصة قابيل وهابيل تحديدا لكن مهم هنا تروحوا على كتاب البداية والنهاية علشان تبدأوا تقرأوا الفصل اللي بيتكلم فيه ابن كثير عن احتجاج موسى عليه السلام وآدم عليه السلام في قصة معينة كده دارت بينهم هما الاتنين عليهم السلام ذكرت في أحاديث صحيحة لازم تروحوا للكتاب علشان تقرأوها نقطة فيها كلام شيق جدا كمان فيه بعدها على طول مباشرة فيه فصل عن الأحاديث الصحيحة اللي ذكرت في قصة آدم عليه السلام دي برضو حاجة ممكن تبقوا ترجعوا لها لو حابين تعرفوا أكتر عن قصة آدم عليه السلام ووصف آدم وهكذا خليونا بقى في الحلقة الجاية هندخل على قصة قابيل وهابيل متأكد هنا أنك عامل لايك مشارك طبعا في القناة بفعل التنبيهات عشان تجيل حالة رجاءة والبول شكرا بكل تأكيد لكل الدعميلينا على باتريون ووضفان كاشو بايبل دعمكم نيابي يخنص نرى في إنتاج وصنعات المحتوى كمان شكرا لكل المنتسبين على القناة اللي عملكوا يعاند ريزورة الجوين اللي ماجهو جمزل وسبسكرايب وبس كده سلام عليكم شكرا للمشاهدة